هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي فيه كلمة ورد غطاها مفيش موقف إلا ويحشر من أخيره فيه مفيش اتنين يتكللوا مع بعض إلا وتلاقي نط توسطيهم عايز يعرف بيقولوا إيه مفيش حد يتكلم في التليفون إلا وتلاقيه رامي وإنه عايز يعرف بيكلم مين وبيقوله إيه وبدون ما بيكون مشترك في أي حوار أو يكون حد طلب منه إنه هو يقول رأيه في أي موضوع حتلاقيه فجأة دخل على الخط وبيسألك يا عمور انت لسه واخد على خطرك من صاحبنا ولا إيه إلا قوله بالحق وعمل إيه معك بالزبط إيه يعني نسعلك منه كده الخلاف اللي بينكو كان عشان إيه بالزبط ويفضل على كده يسأل ويتطقص وهيجمع معلومات من هناك ومن هنا وفي الآخر يدخل في يوم عليك المكتب ويقولك على فجرة انت خلطان يا عمور انت خلطان بجد في حق الراجل أنا اتأكد إنه ما كانش أقصي زعلك انت اللي حورت الكلام ونفينت وغلط يا أخي لا لا انت خلطان بجد ولازم لازم لازم تصالح صالح صالح زميلنا أخي ده راجل طيب والله العظيم ولازم تصالح له لا 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 لازم تصالح الله صالح وطبعا يكبر الموضوع وبعد ما تدخل أخونا الحشري كبر الخلاف اللي مع صالح وحالف يمين ثلاثة إنه ما حيتصالح كل ده بسبب الحشري اللي حشر نفسه في مشكلة صغيرة بين اتنين زملاء كانت ممكن تتحل في أي لحظة بس تقولوا ايه في الناس اللي ملهاش في الطور ولا في الطحين وتنزل كده زي البراشط وتخربها وتقعد حالة اللحظة سبحان الله قاونتو كيف مالجوش في الطيب نصير خير انت أعمل شر انت لقى ومينوب المخلص اللي تعطيها دوم بقى أنا اللي بخربها مانتو اشعان ولا أنت اللي بتفتري على صالح الرجل الطيب عجيبة والله العظيم عجيبة يا عب عزيز اللي بيدخل بين البصلة وإشرتها بيحصل له ايه أخوية مينوب إلا لحدها وهو ده اللي بيحصل دايما لما الناس الحشريين يا زيزو اللي زيك بيتبرعوا بالتدخل في حياة الناس ويقرروا يهدوا النفوس الحقيقة بقى ان الحشري بيولحها أكتر لأنه ما بيكونش اهتمامه في الأساس لأنه نعمل خير لا سمح الله بتكون رغبته ومتعته بس في التدخل والتصنط والتسلط على حياة الناس وانت اللي زاكع يا عب عزيز ما بيكونش فعل خير أبدا بيكون فعل مشكلة فعل أزمة فعل مصيبة مصيبة يا وصلت لكده مصيبة يا عمورة طب أنا مش حتدخل بقى فالله هيحصل لك من المدير ده أنا عندي معلومات تشيب تشيب وبكر حتشوف ومنتهى الزكاء يقدر أخونا عب عزيزي الحشري إنه يجيب رجلك ويخليك تطلب بنفسك إنه يتحشر لك المشكلة وتكون أساسا مشكلة تفهم وتكون المعلومات الوهمية اللي عنده أو أنت بس هي دي بضاعة الحشري يا عب عزيزي هي دي أسلحت اللي بيستخدمها عشان يفضل كده طول الوقت حاشر مناخيره في كل حاجة حتى في حياتك الشخصية وفي أدق تفاصيل علاقتك بمرأتك بولادك كمان ملكش حق بجد بقى ملكش حق أخونا بقى يا راجل تزعل السيته كمل ومعيالك اللي وقفت جنبك إخص على كده بجد بجد إخص لا والله العظيم إخص واحدة مش مقضية إخصين تلاتة أربعة إخصات وفجأة تلاقي صاحبك الحشري ده تسلل لحياتك الشخصية ودخل بيتك واحد مع امراضك وحماتك عشان يعرف تفاصيل المشكلة وطبعا طبعا غرضه غرضه يطف الحريقة ويهد النفوز وفي النهاية يكون الحشري ده هو السبب في تحويل المشكلة إلى أزمة لا كارسة وتبقى الأزمة انفصال وطلاء وقرب بيوت ويا أخي عبا عزيز لو سمحت عشان خطري والنبي خليك تحالك خليك تحالك يا أخي الله ما حد تصلب منك لدخل في حياة الناس يا أخي الله ما حدش عزمك يا أخي تحشب مناخيرك وتدلي بدلوك في كل مشكلة تحصل من اتنين يا أخي يا الله إيه الرزالة دي يعني إيه يعني هو ده جزائي يعني إن عايز أصلح الأمور ووفق رصين في البتاعة لا يا عم عبا عزيز متشكرين خالص إنت كده مش بتوفق رصين إنت بتخبط رصين في الحياة إنت بتعور أي رصين تحشن نفسك في حياتهم بدون ما حد يطلب منك فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم يا عبد بزمتكم ده تقولوله إيه؟ وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتلنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بيتقابلوها في حياتكم حنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه أداء الفنان أحمد صيام إخراج تامر حسني